عملية تمت بصفقة بين جهاز المخابرات الجزائرية ومنظمة إرهابية دولية تنشط في إسبانيا حتى تقدر تتجنب حتى أثار النظام الجزائري الذي كان يدبر اختضافي لا حديثة في الصحف الإسبانية إلا عن اختطاف والعطور على المعارض والصحفي الجزائري هشام عبود في هذا الفيديو سنشارك معكم التفاصيل الكاملة حيث تم الاختطاف ديال الصحفي والمعارض هشام عبود مدينة برسلونة لكن تم العطور عليه وإلقاء القبض على أربعة ما بين أربعة واثنين من المختطفين بمدينة إشبيلية بالواد الكبير معلي الواد الكبير اللي هو في إشبيلية التفاصيل الكاملة وتصريح ديال هشام عبود كذلك في أول ظهور اللي كيتهم النظام الجزائري مباشرة غادي نهضروا على هذا الخبر لأن الصحف الإسبانية كلها كتتكلم عليها الخوط إن سيريو يعني في ساعة ديال اختطاف دياله وفي ساعة ديال العطور عليه وكيعطيوا التفاصيل الكاملة هنا صحف بعدها المحلية ديال مدينة إشبيلية كيقولوا لبيران إن سيبيا في إشبيلية البريوديستة أبوستور أرخيلينو كي سيكوسترارون إن برسلونة هشام عبود يعني تم الاختطاف دياله برسلونة وصلوا حتى نسيبيا يعني ضربوا أكتر من ألف كيلومتر حتى نسيبيا وكان مكتوف الأيدي باش يعملوا في واحدة باركاسيون أو اللي غادي سيبوا في الود المهم غادي نشوفوا هنترجموا هات المقالة ديال إسبان وغادي نشوفوا تفاصيل الكاملة وغادي نسمعوا تصريح ديال المحامي دياله مترجم وكان نضوى صحفية هذا المساء عادي شرح فيها الصحفي والمعارض الجزائري هشام عبود التفاصيل الكاملة عن سوكويسترو يعني عن الاختطاف دياله كانت من الخط البرتاج على أوسانيطاق واللايكات ديالكم كذلك لابد منها واللي كيشفنا الأول مرة ما ينساش يشارك معنا في القناة وغادي نشوفوا البلاغ ديال الديوان الملكي اللي كيعلن على الزيارة ديال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب يوم ما بين ثمانية وعشرين وثلاثين أكتوبر يعني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أو الدولة الفرنسية هي يعني اللي روونات كل شيء وروونات النظام الجزائري يعني بإعلانها عن دعم المقترح ديال الحكم الداتي المغربي فيما يتعلق بالصحراء المغربية أي الاعتراف وكما عارفين ما بين فرنسا وإسبانيا ومن اللي عندهم الملف التاقيل والتاريخ ديال الصحراء المغربية الخوط لايكات ديالكم نسمعوا المعارض هشام عبود ونسمعوا كذلك الصحفي دياله ونمشي نشوفو شنو قالوا الصحف الإسبانية حول الاختطاف دياله كيما قلتكم كان يعني مكتوف الأيدي وكانوا يعني كانت عم هات الشي كان نشوفو غير في الأفلام وكان نسمعو غير في الأفلام هات الشي ديال مكتوف الأيدي يعني صيبوه في الواد ولي في مبركاسيوني سيفطوه يعني الجزائر هات الشي اللي غادي يذكر المعارض الجزائري هشام عبود نمشو التفاصيل الخوط نشوفو البلاغ ديال الديوان الملكي اللي فيه كامل وهو يعني حدده يوم الزيارة ديال الرئيس الفرنسي المغرب والزيارة ديال الرئيس الفرنسي المغرب وما عارفين عاود شنو غادي نود ونشوفو تفاصيل الكاملة انو نظام جزائري اللي هو كان دبر يعني اختطافي ما عندي حتى عدو ما كان حتى جيعة مستعدة تدفع ثمن باهظ لمنظمة إرهابية باش تخطفني وتسلمني ما كان حتى جيعة موسيو إيشام عبود اتت رتروفي باللسلوية السيكوريتي اسبانيول موسيو إيشام عبود اتت بيكتيو شنو الفرن لقدمت بشكل محفوظ، ويجعل الى مخلقات السلطاني ويطرق البدر الجنراني بالقربة لفربط الملوى لا يوجدون فعلامات الشيطة التي تقوم بمجرده والمحفوظ التي تتجدها منها، التي تتجدها منها، لماذا تتجدها ويجعل الهاتف الهاتف، أنت لديه الراقم وليست إجام الحالك، لا يوجد المعرفة لذلك ومن أجل أن يكون هذا ممتاز قد تجدها فتح أنت بكم أنهم يدينًا ما حلقه على المقارب؟ ويشهر مراتباد جزير ويسكنهم في العيوان في الحالة في الجانب يتحقق معه يتحقق معه اطارك قد تحققه في البداية تحقق المحام بحديقة في القناة لا يعلم لا يعلم أيشام أبو المفضل ليس لا يعلم من عندها من قد تبرد منه انه يشارك انه يشارك سرقه وكذلك سيكون لذلك يوجد اوضح لذلك كما تتحصل ويشاركة ساقتpert ذلك في كل مكان السلام عليكم ويوكي طيب للجامع كما أقول في المقدمة هادشي اللي وقع الصحفي والمعارض الجزائري هشام عبود كنشوفوه فقط يعني في السينيما ديال الدراما هادشي جيد خطير وهادشي يعني فقط كيتعاملوا يعني به العصابات وهشام عبود يعني كيتهم مباشرة النظام الجزائري عن هذه العملية ديال الاختطاف التي لم تكلل بالنجاح فيما يتعلق يعني بهذه العصابات والاختطاف دياله وكيقول باللي هو في المساء غادي تكون نظوة صحفية وغادي يشرح يعني التفاصيل الكاملة ديال العملية ديال الاختطاف كما قلت كون الصحافة الإسبانية حتى هي يعني ركزت بزاف على الموضوع ودرت على الاختطاف دياله كذلك أعطت تفاصيل على العطور دياله ولكن قبل ما نمشيوا لهذا التفاصيل نسمعوا بعدها البلاغ ديال الديوان الملكي يعني هنا أعلنت وزارة أسور الملكية وتشليفات والأوسمة أنه بدعوة من الملك محمد السادس سيقوم إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وحرمه بريجيت ماكرون بزيارة دولة المملكة المغربية من يوم الاثنين إلى يوم أربعاء ثلاثين أكتوبر الحالي هذا فيما يتعلق يعني بزيارة ديال إيمانويل ماكرون والزوجة دياله المغرب من ثمانية وعشرين إلى ثلاثين أي ثلاثة أيام سيقضيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المغرب ورجعوا دفع الموضوع ديال الاختطاف الصحفي والمعارض الجزائري هشام عبود يعني الصحوب الإسبانية كلها تكلمات على الموضوع على الخط صحيفات البايس المعروفة واللي متشرب واحدش كلمات تغروش هنا يعني أيام الأهم الصحوب هنا وصحيفات الموندو حتى هي الطرقات الموضوع كتقول لك واردية سيبيل لبيرا إن لبريخة باليكيسون بوبلو دي سيبيا الكاتب أرخلينو هشام عبود سيكويسترادو إن بارسلونا يعني تم الاختطاف ديالو بارسلونا ولكن تم العثور عليه بمدينة إشبيلية اللي كتبعد على مدينة بارسلونا بأكتر من أكتر من ألف كيلومتر يعني وصلوه حتى من كيلومتر هنا صحيفة أخرى حتى تقول لبيرا إن لبريخة إلسكريتور الخيرينو هشام عبود ياندتنيدو أدوس يعني ديسوس آآ سيكويسترادو بالي إن سيبيا ونشرحو هاد المقال يعني باللغة العربية ونشوفو يعني آآ يعني كيف تمت كيف تمت عمليات الاختطاف هنا الحراس المدني الإسباني يحرر الكاتب الجزائري هشام عبود المختطف ببرشلونا في ليبريغة يعني مختطف في برشلونا وتم العثور عليه في ليبريغة اللي هي من سيبيا تم القبض على شخصين عندما حاول وضعه مقيدا على متني قاربين على نهر الواد الكبير في سيبيا يعني كانوا يخصون يعملوا شيء باركاسيون أو اللي كانوا يخصون يصيبوا المهم هو فضل المخابرات الإسبانية اللي عملت مجهود يعني تم العثور على هشام عبود والقبض على المختطفين ديالو مابين جورج إلى أربعة أشخاص هنا أطلق الحرس المدني يوم الجمعة الماضي بمدينة ليبريغة صراحة الصحفي والكاتب جزائري هشام عبود الذي كان قد اختطف في برشلونا قبل يوم واحد وبحسب مصادر قريبة من التحقيق فإن إطلاق صراح الرهينة تم يوم الجمعة في محيط نهر وادي الكبير يعني تم إطلاق صراح ديالو يوم الجمعة والخبار يعني عدت وصلنا به البارح صراح الرهينة تم يوم الجمعة في محيط نهر الوادي وادي الكبير داخل بلدية ليبريجا عندما كان شخصان على الأقل على الأقل ما بين شخصين أو أربعة أشخاص يحاول أن يوضع الكاتب على متن قارب وكان من المفترض أن يتم احتجاز هاتين الخاطفين المزعومين بحسب المصادر نفسها ووقع تدخل المععد المسلح في منطقات تعتبر بقرى للتهريب المخدرات ومن غير المعروف ما إذا كان الخاطب هنا يعتزمون إخراج عبود من إسبانيا عبر طريق المشترك يشتر المخدرات الذين يستوردون المخدرات من شمال إفريقيا وتؤكد المصادر ذاتها أن الكاتب بحالة جيدة وأثناء تدخل الشرطة كان الرجل مقيد الأيدي وكان محاميه قد أبلغ عن اختفائه يوم الخامس 17 أكتوبر في مطار البرات برسلونا حيث فقد هشام عبود البالغ من العمر تعيد السين سنة كاتب جزائري معارض للنظام ويعيش في المنفى في فرنسا منذ عقود أعماله تنتقد بشدة سلطات جزائرية وأشهروا عنوان مافيا الجنرالات ويبقى الحرس المدني التحقيق مفتوحا ويبقي الحرس المدني التحقيق مفتوحا لتوضيح كيفية انتقال الكاتب من برسلونا إلى إشبيلية وما هي نية الخاطفين ولم يتم الكشف عن هوية المعتقلين رغم أنه من المعروف أنهم ليسوا من الجنسية الإسبانية وتجعل المصادر نفسها أنه تم القفض عليهم متلبسين عندما كانوا يضيعون الكاتب على متن قريب في نار وادي الكبير ليسوا من جنسية إسبانية ما أعطاوش الجنسية لهم وتم القفض عليهم يعني متلبسين لحظة اللحظة اللي كانوا يحاولوا على أنهم يعملوه داخل القارب وما الخط غادي رجعوا غادي نسلناه الندواء الصحفي شنو غادي يقول المعارض الجزائري هشام عبود أهما طوش عليكم بداية أسبوع موفق للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته